اشتركوا في القناة بعدما تم الاشتباع في احتمال ان يكون علي ويوسف قد اقدما على اخفاء وثائق هناك وربما في اماكن اخرى من دون ان يعرف ما افضت اليه عملية المداهمة الاخيرة كشف مصدر اسرائيلي اليوم النقاب عن محاولة عوفر ديكل مسؤول ملف الاسرة والمفقودين الاسرائيليين اقناع اسرة حماس في السجون الاسرائيلية بقبول صفقة الجند الاسرائيلي جلعات شليت واشار المصدر الحمساوي الى ان اسرة حماس في السجون الاسرائيلية فوجئوا من رؤية مسؤول ملف الاسرة في السجون الاسرائيلية قدمت لجنة مستوطني منطقة نابلس اليوم شكوى الى المستشار القضائي للحكومة مني مزوز حول الحملة الشديدة التي سنها بعض الوزراء ضده امس اثناء جلسة الحكومة وفي مقدمتهم نائب رئيس الحكومة خايم رومون ووزير البنى التحتية بن يمين بن الي عزر وكان الوزراء قد اكدوا في جلسة الحكومة امس ان ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة ضد الجنود والمزارعين الفلسطينيين هي خبر كبير على دولة اسرائيل لأول مرة في التاريخ السياسة الاسرائيلية تنظم قائمة يمينية يهودية جديدة تشمل اربعة فصائل يمينية قائمة في الكنيسة وتشمل هذه القائمة دمج لأحزاب الاتحاد الوطني الحزب الوطني الديني كوما ومولادت وقد تعهدوا اعضاء الحزب الجديد بما يسمى القيادة الوطنية الجديدة في جدول الاعمال ليكون على رأسها التعليم اليهودي ودولة اسرائيل والهوية اليهودية والرعاية الاجتماعية والاخلاق اليهودية والنشاط الاستيطاني اكثر من القضايا الدبلوماسية والامنية ذكرت صحيفة دعوت اخرونوت الاسرائيلية ان بنك اسرائيل ربح من حراك سعر الدولار نحو 5 مليارات شكل كما يتضح من فحص اجرية مؤخرا وادعوا مرات عديدة في بنك اسرائيل انهم ليسوا مضاربين ويعملون فقط للحفاظ على الاستقرار المالي في صالح الاقتصاد الاسرائيلي شكرا لمشاهداتكم انفو لايف تيفي وطابة اوقاتكم